مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد احتمالية التعرض لضربات الشمس وهي حالة أيضاً إسعافية طبية مهددة للحياة يحدث فيها توقف جهاز تنظيم حرارة الجسم ولما يسمى بجهاز التبريد عن العمل وتتم السيطرة على هذا الجهاز من قبل الدماغ أكيد يا ساليو يؤدي توقف هذا الجهاز إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للجسم إلى حد يمكن أن تحدث فيها أذية دماغية أو إصابة أحد الأعضاء الداخلية الحيوية وقد تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية لنتعرف على أسبابه وكيفية التعامل معه معنا الدكتور بهجة عكروش أخصائي طب طوارئ وإسعافات أولية يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم يسعد صباحك دكتور يعني عرفنا نحن ضربة الشمس اللي هي سبب رئيسي ارتفاع درجات الحرارة أحيانا دكتور فينا نقول أنه في أشخاص ما بتعود كثير بالشمس وبيصيبها ضربة الشمس خلينا نحكي عن الأسباب الأخرى غير التعرض المباشر لأشعة الشمس طبعا لا شك نتمنى السلامة للجميع بهذا الجو الحار طبعا فيها نظم لأنه هذا هو وقته نحن دائما نتفاجأ بالشوب بأنه صلاحنا نتموز بآخر تموز بداية أقب فهو هذا وقته لكن لما نحن نعرف تماما الوضع لازم نعرف كيف ناخد الإجراءات الوقائية لهذه الحالة موضوع ضربة الشمس متعرف عليه عند كل الناس أنه هو عبارة عن تعرضه للشمس المباشرة أنه قعدوا تحت الشمس أو أنه يكون ماشي تحت الشمس على فترة طويلة بتعملوا ضربة الشمس دائما ضربة الشمس هي ما هي التعرض المباشر للأشعة فقط وإنما هي مجموعة أسباب ممكن نحن نحصل عليها أحيانا ما نشوف حدا قاعد بالظل وممكن يصير معه ضربة الشمس أحيانا ممكن نشوف طفل أو شب أو رجل أو أي شخص قاعد بالسيارة وسيارة يعني مثل ما نقول به هي حالة ظل كمان منلاقي تعرض للشمس واحد قاعد بغرفة نوم بغرفة والغرفة حرارتها عالية ما في منافذ إلا ما في هوا كمان ممكن يتعرض للشمس إذن ضربة الشمس لا تعني التعرض المباشر لأشعة الشمس وإنما التعرض للحرارة التي ناتج عن هذه عن الشمس أو عن الارتفاع العالي للأشعة إذن هذا هو ضربة الشمس وليس فقط التعرض المباشر أكيد دكتور خلينا نحكي عن أعراض التعرض لأشعة الشمس أو ضربة الشمس خلينا نحكي شو هي الأعراض بيقولوا مثلا ممكن يتغير لون الجسم ممكن تزيد دقات القلب يعني ممكن الواحد كمان بيقولوا يتلعث عن بالكلام يعني خلينا نحكي شو هي الأعراض الحقيقية لضربة الشمس رقم واحد هو حالة الوهن العام يتقصي بالجسم طبعا ليش بتصير الوهن العام أو التعب العام بالجسم طبعا التعرض المباشر للشمس أو للحرارة العالية عم تعطي عم تصير في عنا تعرق شديد التعرق الشديد عم يؤدي إلى خروج الشوارد بالجسم اللي هي الصوديوم وإلى آخره فدائما اختلال الشوارد بيعمل حالة وهن عام نتيجة التعرق نتيجة خروجها للجسم لذلك بنلاقي أول حالة هي هذا التعب النقطة الثانية هي بتلاقي عندك بصير عندك تشوش بالرؤية بتصير عندك ارتفاع بالحرارة حرارة بتصفي عالية بنلاقي حالة يعني أعراض التجفف بعد شوي طبعا كل ما خفض السوائل من الجسم نتيجة التعرق الشديد كل ما خفض الشوارد أكتر صار فيه تأثيرات على الدماغ والدماغ بالحالة هي يخف الأكسجين باتجاهه بنلاقي لا واحد أصبح في حالة يعني عدم تركيز بنلاقي الشخص تعبان كتير بنلاقي الشخص ما عاد قادر يحكي بشكل كامل أنه صار فيه جفاف كامل بالأخشية المخاطية نتيجة الفقدان السوائل بشكل كتير كبير وفقدان الشوارد بنفس الوقت بتعمل انخفاض ضغط لذلك تلاقي الواحد دائخ تعبان كمان نتيجة نقص السوائل والشوارد فإذا الحال ضربة الشمسية بشكل رئيسي عم يصير في عنا حرارة عالية جدا نعم تعرق شديد جدا خسارة سوائل خسارة الشوارد بالجسم فبالتالي هي عم تعمل نواها نعام توسع بالأوعية عم بينزل مستوى الدم بينزل مستوى الضغط لذلك واحد ضغطه نازل شوارد ما فيه سوائل ما فيه اجباري من لايه بوضع تعبان كتير اللي منشوفه انه مرتخي على الآخر ما نؤدران يحكي ما نؤدران يشوف تشوش بالرؤية ما عد في تنفس الى آخرين كله هاي فيه من أعراض ضربة الشمس نعم نعم يعني أيضا دكتور خلينا نحنا بلا ما نفوت بالمراض خلينا يعني نكون عندنا إجراءات وقائية دائما أنتوا بتنوهوا عليها وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها للذروة أنه ممكن يحط طائية ممكن يمشي بالضل قدر الامكان ممكن يشرب مي وهو ماشي يعني هدول الإجراءات ممكن يتخذها ولكن شو الشيء الوقت يعني اللي فيه يتبعه الشخص لما يصيبه ضربة الشمس إن شاء الله باب بصيب حد طبعا لا شك مثل ما حكينا هو لما تعرف الحالة بتعرف كيف الحالة الوقائية مثل ما تفضلتي في مجموعة إجراءات بسيطة جدا وممكن إحنا إذا عملناها دائما أنه تكون نتائج إيجابية لألنا رقم واحد بشكل مباشر هو عدد تعرض المباشر لأشعة الشمس يعني إحنا ما نعمل مشاورنا الساعة تنتين الظهر أو تلاتة الظهر ما نعمل مشاورنا وفترة الحرارة في زروتها إذن الابتعاد قدر الإمكان عن حالة أنه التعرض المباشر لأشعة الشمس اتنين عدم التواجد في أماكن مغلقة يعني التواجدنا في أماكن مغلقة مضغوطة ومعرضة للحرارة هي أيضا من الأسباب المباشرة للتعرض لأشعة أولى ضربة الشمس في كتير قصص أتمنى أن يكون صوتنا إن شاء الله يكون عميم صالب أكيد 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 ممكن يدوغ ممكن يصير معه غثيان ممكن أي شيء خلينا كيف ممكن نعالجه فورا نحط له كمادات الثلج ولا أنت شو بتنصح يعني طيب عن الخطوة الأولى قبل ما نحط له أي شيء هو إخراجه إلى مكان مهوى تمام يعني رقم واحد إخراج المصاب إلى مكان مهوى في هوا في تبريئة تكون رطبة الغرفة هوا موجود فيها هوا أو على الأقل مكيف أو أي شيء يعني ما تكون منطقة حرارة فيها الحرارة عالية إذن إخراج المريض أو الشخص المصاب من المكان المباشر للأشعة أو لارتفاع درجة الحرارة اتنين أعطاء السوائل رقم واحد أعطاء السوائل لأن السبب الرئيسي هو بيصير عنده تشفاف نتيجة الحرارة العالية فبيصير في عندنا السوائل لذلك مباشرة يجب تعويضه بسوائل حتى إذا صار معه الغثيان وصار مثلا ما بيقدر معه ضيق تنفس ما أقول لنشربه فورا دكتور طالما هو قادر عايب يتنفس يشرب تمام أكيد أما إذا كان غايب عن الوعي لا سمح الله هذا أبدا ممنوع نقرب شي على الجهاز الفموي وبالتالي أدم إدخال أي شيء عن طريق الفم في حال كان غياب عن الوعي لكن طالما هو واعي ومستجيب ويتنفس بس باين عليه وهن عام وهن عام وتعب إعطاء السوائل كتير مهم إعطاء ظروف شوارد كتير مهم جدا بهاي الحالة وإضافة للتبريد من خلال التلج أو من خلال بعض الماء البارد صب الماء البارد على الجسم إذا كان واعي بس فيه شغلة كتير مهمة عند الأطفال لما يصير فيه عنده أطفال حرارة كتير فنتعرف عليه بيحب يمسكوا للطفل بيحطوه تحت الماء الباردة والماء الباردة طبعا هذا تصرف خاطئ جدا يجب أن يكون تدريجي يعني نحن نعرضه للسوائل نعطيه سوائل نبرد له جسمه شوي شوي لحتى نقدر نعوض له أو نعدله درجة حرارة جسمه بشكل أو بآخر يعني دكتور مع هالإجراءات الوقائية التي ذكرتها حضرتك كان كتير من الأشخاص ومننا أيضا إحنا اتفادينا أخطاء شائعة مثل ما قالت أنه نعرض الطفل للماء البارد فور وقوعه في ضربة شمس أو أي شخص حتى الشاب أو البالغ يعني حتى يقولوا أنه شربوا لبن كتير وقت يكون في ضربة شمس لأي حد هذه المعلومة صحيحة؟ طبعا اللبن هو مرتب يعني هو مرتبة هي ما بتفرق كتير ما فيه شوارد بالذات يعني أنا ما بدي أقول حتى أنا ممكن نكون هلأ نكون قاعدين بشغري وما في لعننا لبن الموضوع هو سوائل هو شربي سوائل يعني أهم شي هو تعويض الجسم بالسوائل قدر الإمكان نشربناه مي نشربناه عصير شربناه أي شيء من أنواع العصائر اللي فيها تركيبة الأساسية الماء يجب أن يتم عن هذا الطريق هو لبن هو حليب هو هو ماء هو عصير المهم كله سوائل هو سوائل لأنه مثل ما حكينا التشخيص الأساسي للموضوع ضربة الشمس هو فقدان السوائل من الجسم نتيجة التعرق الشديد وفقدان الشوارد من هون بيكون تعويض السوائل هو رقم واحد وهو الأساسي وتبريد الجسم بشكل أو بآخر هو العلاج الأساسي خلينا نحكي دكتور عن العوامل اللي بتزيد إصابة الشخص بدربة الشمس بيقولوا عمري الإنسان بيأثر بيقولوا أكيد الإنسان أو الشخص الرياضي أو الشخص اللي بيشتغل برا البيت أكيد بتزيد عنده احتمالية الإصابة بدربة الشمس خلينا نحكي عن المضاعفات والعوامل طبعا صديقتي فيما يتعلق بإصابة ضربة الشمس هو تصيب كل الأعمار لكن دائما يخاف من طرفي الحياة اللي هو الكهل بتكون مناعته ضعفة شوي بيكون هزيل أكتر الطفل اللي الساعدة في طور البناء ما عنده بنية متكاملة ما عنده بنية مناعية متكاملة فلذلك تلاقيه أن معرضين الإصابة أكتر من الشباب الشباب بيكون تقريبا جسمهم مكتمل مناعتهم مكتملة بيكون قدرنا على التحمل أفضل هلأ فيما يتعلق بالعوامل وكنا عم نحكي فيها قبل شوي ووقفنا عندها اللي هي فيما يتعلق شوي الأسباب اللي ممكن تساوي ضربة الشمس والعوامل اللي بتساويها وهي أخطاء شائعة يعني في كتير من الأطفال أو كتير من الأمهات بشكل خاص أو الأبهات حتى إن شاء ما نزلهم بس الأمهات بيكونوا بالسيارة رايحين على السوق بيحطوا ابنهم ضمن السيارة بيكون ابنهم صغير بيسكروا عليه الشبابيك بيسكروا السيارة مشان ما ينزلوا يتحرك أو بيكون في حرارة عالية بيرجعوا بيلاءوا ابنهم في حالة يرسلها طبعا هي بيكون وصيب بضربة الشمس مع أنه هو يفكر حاله وحطوا بالفي لكن ضغط السيارة منلاقيها أو العكس تماماً منشوفها نحنا في حتى بالمطبخ بالبيت الأم قاعدة بالمطبخ عام تشتغيل بتحط ابنها بغرفة وغرفة شوب كتير بتسكر عليه بتسكر الشبابيك نفس الوقت بتصير معه ضربة الشمس ولو إنه هو ضمن الظل هولا دكتور بنا نحكي الفرق بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري كل حد عم يتابعنا يفرق يعني الإجهاد الحراري هل بيفرق عن ضربة الشمس ولا هنا نفس الشي صديقتي بالنسبة من حيث النتيجة بالنسبة للشخص العادي نحنا ما عم نحكي لواحد طبي أو لواحد بالوسط بالمهنة الطبية هذا فينا نعمل حالات من التفرقة ما بين إجهاد حراري ولا هو ضربة لكن أنت كإنسان موجود بالبيت ما بيعني لك كتير أنه هو إجهاد ولا هو ضربة شمس النتيجة دكتور وحدة النتيجة وحدة تقريباً والعلاج واحد والعلاج واحد هو مثل ما حكينا طالما هو وجود بهذه المنطقة وهو عم يعمل هذه الحالات وعنده الإجهاد وعنده الهزيان وعنده شيء من الخمول وباتجاه الغياب عن الوعي لابد من إخراجه مباشرة إلى مكان مبرد إلى خارج المنطقة اللي هو معرض بألة هو في حالة صحية يستطيع أن يشرب يستطيع أن يتناول سوائل مباشرة أن يشربه سوائل نعم تبريد جسمه وهو بيكون نتيجة نعم يعني دكتور اليوم أسئلتنا الكثير أيضاً مشكور في الأعداد وأيضاً كانت الأسئلة من عبر السوشيال ميديا نحن أكيد نتشكر كل حدا حتى سؤال لحضرتك وجاوبت عليه أكيد نحن نتشارك عبر صفحة صباحنا غير بأعدة أسئلة وبيجينا كثير أسئلة طبعاً لضيوفنا اللي يجاوبون عليها قبل الختام نصائح أخيرة لكل اللي عم بتابعنا اليوم لا يقي حالو من ضربة الشمس النصائح الأساسية في الدرجة الأولى يعني عدم الخروج في زروة الشمس يعني دائماً نخلي خروجنا من المنزل إذا فيه اضطراري هو صباحاً باكراً ما قبل العاشرة أو الحادي عشر صباحاً ما بعد الرابع أو الخامس مساء يعني ما نفوت بالزروة هي رقم اللباس اللباس كتير مهم هو اللباس الفطفاض اللباس الأقرب للون الأبيض يعني نطبق التعليمات مباشرة عرفت أنه الدكتور حيجي فطبقت كل التعليمات إن شاء الله بالسلام يا رب فاللون ما نلبس ألوان داكنة دائماً نلبس ألوان فطفاضة تكون أقرب للبياض هذا وضع القبعة كتير مهم إذا كنا مضطرين نمشي تحت الشمس دائماً يكون معنى مي يكون معنى أن نينة مي شمسية كمان أنا كتير عملاحظ عالم حاملة شمسية أي شيء هو يكون يحمي من الشمس مطلوب جداً واقع الشمس كتير مهم بالنسبة للوجوه لأنه هذا كمان بيعرض الوجه لامتصاص كمية كبيرة من الشمس لكن بوجود الواقع ممكن نحن نحمي شوي من دخول الشمس إلى أجسامنا إذن سوائل كتير الألبس الفطفاضة عدم السير في الزروة ولبس القبعة أو حتى الشمسية بيكون ما نغلط أبداً وفي حال تم الإصابة أو حدا داخبية الحالة مباشرة يبطرد أن يتأخذ على جنب ويسطحه ويرفعه شوي رجلية حتى نزيد الضغط على الدماغ أو العودة الوريدي أو الدمو إلى الدماغ وبالتالي إن شاء الله بيكون بخير وسلام إن شاء الله أكيد دكتور شكراً لإلك شكراً لنصائحك القيمة ومشوفك في حلقات قادمة إن شاء الله شكراً لكم